ما هي إلا ساعة قليلة على الهجوم التركي الذي استهدف مطار السليمانية بإقليم كردستان حتى توالت ردود الفعل المنددة بالقصف الذي يأتي وسط توترات متصاعدة بين أنقر التي زادت من تدخلاتها السياسية والعسكرية في شؤون الدول الجوار والعراق أبرز ردود الفعل ظهرت من مناطق شمال وشرقية سوريا حيث أدن القائد العام لقصد مظلوم عبده القصف التركي على المطار وقال في تغريدة على تويتر إن الانتهاكات التركية المستمرة في العراق وسوريا لها أبعاد خطيرة ضد المنطقة برمتها وخلال تصريحات مماثلة مع وكالتها وارسورية أكد مظلوم عبده أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يسعى إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق عبر شن المزيد من الهاجمات بهدف استكمال مخططاته الداخلية والخارجية ووضعها في خدمته لكسب الانتخابات عبده أشهد بالعلاقة القديمة بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مشددا على استمرارها بما يخدم العلاقات المشتركة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وخلق الأمن والاستقرار للمنطقة القائد العام قصد كشف كذلك عن غرف عمليات مشتركة بين القوتين بإشراف التحالف الدولي مع قوات محاربة الإرهابي في العراقي وإقليم كردستان معتبرا أن العلاقة بين الجانبين علاقة أخوة في القومية وحلف في السياسة بمشاركة دولية وهو أمر يؤكد عبده أنه مرفوض من قبل أردوغان من جهتها نددت الإدارة الذاتية لشمال والشرقية سوريا بالهجوم التركي على مطار السليمانية وأكيدة أن هذا الاعتداء يعبر عن رغبة أنقرة في استلزاز القوى السياسية من جهة واستثمار ما يمكن استثماره لصالح أردوغان في الانتخابات القادمة من جهة أخرى الإدارة الذاتية طلبت في بياننا على موقعها الرسمي بضرورة مواجهة هذا الاعتداء بمواقف واضحة ومانعة من قبل كل القوى في العراق وإقليم كردستان لأنه إجراء استهدفي ليس فقط لمنطقة أو مكان عن غيره إنما سياسة واضحة هدفها ما تم التطرق إليه من رغبة في تطويق ما يكسب الإقليم والتدخل والاعتداء على العراق وسيادته بحسب البيان